بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه الإخلاص والمتابعة عدم الوفاء بعهد الله تنقص الله وهذا مخل بالتوحيد فتعظيم الله يجب أن يكون في التعامل مع الناس ولو كانوا كفارا ولو في أصعب الحالات وهو الجهاد في سبيل الله فيحكم الشريعة ويعظم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم الدليلان الأول والثاني وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا فقال أغزوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا رواه مسلم جيش الجيش ما زاد على أربعمائة رجل أو سرية السرية دون الأربعمائة أغزو بسم الله أي مستعينين بالله أو افتتح الغزو بسم الله في سبيل الله تشمل النية والعمل من كفر بالله أي لا تقاتل الناس عصبية أو قومية أو وطنية قاتلهم لمصلحتهم وهي إنقاذهم من النار والكفر مداره على أمرين الجحود والاستكبار ولا تغل أن يكتم شيئا من الغنيمة فيختص به وهو من الكبائر ولا تغدر إذا عاهدنا لا نخون والغدر بلا عهد يجوز لأن الحرب خدعة ولا تمثل التشويه بقطع بعض الأعضاء لا حاجة إليه لأنه انتقام في غير محله إلا إذا مثلوا بنا وليدا فلا نقتل الصغار ولا النساء ولا الشيوخ ولا العباد ولا المرضى إلا أن يقاتلوا أو يحرضوا على القتال أو يكون لهم رأي في الحرب عدوك تهييجا لقتالهم والعدو يخذلك ويبتعد عنك ويتعدى عليك الغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق به والفي ما يصرف لبيت المال كخمس الغنيمة والخراج والجزية إلا أن يجاهدوا أي إذا أسلموا وجاهدوا فلهم مال المسلمين من الغنيمة والفي الجزية هي مال مدفوع من غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدار المسلمين وفيه جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس ما نفعله مع المعاهدين أولا يجب الوفاء بالعهد إذا استقاموهم عليه فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ثانيا إذا نقضوا العهد يسقطوا العهد ويحلوا قتالهم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم ثالثا إذا ترددنا في العهد نرده عليهم وإما تخافن من قوم قيانة فانبذ إليهم ما يفعله المسلمون في جهادهم للكفار أولا تحريم قتل الأطفال والنساء والعباد والمرضى ثانيا قتالهم لمصلحتهم وهو إنقاذهم من النار ثالثا يوفون لهم بالعهود رابعا إذا نقض الكفار العهد نبهوهم على انتهاء العهد خامسا لا يغدرون سادسا لا يمثلون بالقتل إلا إذا مثل بقتلاهم سابعا لا يقاتلونهم حتى يخيروهم بين الإسلام أو الجزية أو القتال ثامنا يعدلون في الحكم ولا يظلمون تاسعا عدد القتل من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته لم يتجاوز الألف في جميع الغزوات عاشرا لم يقتل طفل أو امرأة أو شيخ وفي المقابل ما يفعله الكفار عند قتالهم للمسلمين أولا قتل الأطفال والنساء والعباد والمرضى ثانيا قتالهم للدنيا ثالثا كثيرا ما ينقضون العهود رابعا لا يحصل منهم التنبيه إذا حصل شيء من المسلمين خامسا يغدرون سادسا يمثلون بالقتل دون أن يمثل بقتلاهم سابعا لا دعوة عندهم أصلا ثامنا أحكامهم مبنية على الظلم المسائل الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا الثالثة قوله أغزوا باسم الله في سبيل الله وجوب الغزو مع الاستعانة بالله والإخلاص والتمشي على شرعه الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله وعلّة قتالهم الكفر الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم ولا يعتمد الإنسان على حوله وقوته السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا وهذا ليس خاصا بالصحابة بل حتى من بعدهم التقسيم والتقعيد للقول المفيد